سهلا خير على حضراتكم متابعين على الكرام في كل مكان وطفايا كانت 3-24 لحظة تقول بسنان احد ضحايا حادث في توبيس المطرية ليصل عدد الضحايا في هذا الحادث الى 13 قصة زي ما حضراتكم متابعين معانا الان عدد كبير كبدا من اهالي المطرية متجمع استقبلت جثمان صمر اخر ضحايا حادث توبيس المطرية طبعا الحادث كان شهدوا طريق المطرية برسعيد عند منطقة الحزاب الكامل اللي بتربط ما بين محافظة الاهلية ومحافظة برسعيد توبيس بينقل عدد من العمال اللي شغالين في المنطقة الاستثمارية في محافظة بيئة برسعيد حصل التصادم في الاتوبيس اصفر عن مصرى 13 شخص من ما بينهم 9 سيدات و 4 رجال واصيب حوالي اكثر من 20 شخص باصابات متفرقة ما بينهم لازال اتنين في حالة خطرة زي ما حضراتكم متابعين معانا الان متابعين افتراب دول اهالي المطرية في استقبال ضحية اخرى نتيجة هذا الحادث القليل كل من الهالي حالة من الحزن الشديد يعني فقدوا 13 من ابنهم نتيجة هذا الحادث وشوفنا قرارات حازمة جدا من قبل محافظ الدهلية بتأهيل الطريق ومنع سير السيارات النقل السقيل عليه وانشاء متابعات صناعية وتزويد الانهارات الخاصة بيئة الطريق وايضا عمل رادارات بيئة الطريق يعني ذلك بسبب تكرار الحوادث عليه طبعا هنا الاسر كدها وانما هدراكم متابعين معانا الان وفا منهارة كدها تبنا ايصبرهم يا رب العالمي